يسعد أوقاتكم طلابي وطالباتي جي ألفين وسبعة رجعنا نكمل معكم في الدرس الثاني من الوحدة الثانية ومستمرين في شرح مادة الأول الثانوي لكن بدنا التفاعل أكثر وأكثر عشان أظل أصور لكم في مادة الأول الثانوي لطلاب العلم والاقتصاد المنزلي تمام؟ واللي الفروع المهنية الثانية طيب اليوم درسنا عن تكملة للدرس الأول أو تكمل درس الأول من جهاز الدوران رح نحكي فيها عن باقي مكونات جهاز الدوران في الحصة السابقة اللي عملنا مراجعة حكينا عن الأوعية الدموية حكينا عن الشرايين حكينا عن الأوردة وحكينا عن الشعيرات الدموية وحكينا شو الفرقات بناتهم درسنا اليوم رح نأخذ عن ثاني مركب اللي هو الدم ونعرف الدم مما يتكون ونأخذ عن القلب والقلب شو وظيفته وكيف بتم عندي الدور الدموية الصغرى والدور الدموية الكبرى وكيف مصارها ونرجع الرسمة اللي حكينا عنها في أول الكتاب لنا كثير مهم طيب لو حكينا الحصة الماضية شو أخذنا على السريع أخذنا عن الأوردة أخذنا عن الشريين حكينا للشريين وظيفتها نقل الدم خارج أو بعيدا عن القلب ما عدا حكينا الشريان الرئوي بيحمل لي إيش دم محمل في CO2 وباقي الشريين محمل في دم O2 أما الأوردة بترجع الدم على القلب بترجع الدم على القلب وحكينا شو وظيفتها وشو الفرقات بين الشريين وبين الأوردة تمام وشرحناها بالتفصيل في الحصة السابقة وحكينا إن الشعرات الدموية هي المنطقة اللي بتربط بين الأوردة وبين الشريين ويتم فيها تبادل الغازات والمواد بين الشريان وبين الوريد وحكينا إنه فيه عند تصغير للشريان بسموها شرين تصغير الوريد بسموها اللي هو بسموها وريد هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لحصتنا أو الحصة الماضية اليوم ثاني مكوّل رح نأخذ فيه حكينا عن مكونات الدم رح نأخذ عن تركيب الدم ووظائف الدم لو سألكم سؤال قلت لكم يا طلابي يا حلوين يا حبايب القلب الدم شو لونه؟ رح تقول لي يا أستاذ الدم لونه أحمر رح أقول لك ماشي بتشوفوا أحمر بسو في الأصل لو الدم فصناه عن بعضه البعض عن طريق جهاز يسمى جهاز الطرد المركزي وخطوه في الصف التاسع صح؟ إذا نسين بذكركم اللي هو جهاز يفصل المواد حسب الكثافة حسب مين كثاف الجهاز بلف بدور 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 حتى يفصل المواد حسب الكثافة رح نأخذ أو رح نعرف إنه الدم أغلب لونه رح يكون قريب على اللون الأصفر أستاذ شو بتحكي أنت؟ لون دم أحمر بعرف أنا ماشي أستاذ إنت لما تنجرح رح يطلع الدم لونه أحمر لكن لما نيجي نفصل الدم ونعرف مكوناته رح نوقض إنه أغلب الدم لونه قريب على الصفار اللي رح نسميها بلازمة دم شو سميها بلازمة دم فضروري تركز معي هسا بلازمة دم هي المكونات السائلة في الدم الدم رح نقسم لقسمين يلا نبلش حك مع بعض شرح عشان ما نطول عليكو ونحي كل حكي وان هذا على الدوسية طبعا الدوسية صارت جاهزة لحسب مرة شرحنا عنها صحيح هذا الرقم شايفينه ابعتلي عليه واتساب يقول لي أستاذ ابعتلي تلخيص الوحدة الثانية كامل طبعا تلخيص ما تعوب عليه تلخيص مرتب جدا 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 وشغل نظيف 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 تمام طيب هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لما مقدمتنا اليوم يلا أستاذ بلش شرح لأنك إيش طولت ونت بتحكي حاضرينه أستاذ طيب إذن أول شي رح ننوخذ عن تركيب الدم ووظائف الدم يتكون الدم من؟ سؤال مما يتكون الدم؟ تحكي له أستاذ الدم بس الدم أحمر لا أستاذ خليك ما يشوي صح صح الدم جزء سائل يسمى البلازمة إذن جزء سائل يسمى البلازمة وخلايا الدموية أو بسموها المكونات الخلوية اللي هي عبارة عن خلايا الدم طب أستاذ شو خلايا الدم؟ رح نوخذ بالتفصيل اللي هي خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية اللي رح نتعرف عليها نحبة حبة فركز معي إذن عندي ألف وعندي با هي مكونات الدم مكونات الدم طيب لكل منها وظيفة محددة اللي هي من خلايا الدم يحوي جسم الدم البالغ السليم ما يعادل تقريبا من أربعة لخمسة لتر إذن كل جسمك تقريبا فيه دم أربعة لخمسة لتر يعني دائما بحكي طلابي إنهم قنيتين ببسي أم الليرا واحدة أم اللياش أم الستين فإذن أنا عندي لترين ونص صاحب عندي لترين ونص وقداش قنيه قنيه لترين ولترين أربعة وعندي كمان لتر خمسة لتر فإذن أنا بتراوح بين أربعة لخمسة لتر اللي هي حجم الدم في دسم الإنسان البالغ تمام؟ فإذن أي عملية نزف الدم فإن الإنسان سوف يتعرض للخطر ممكن إيش سبب إيش إذا نزف كثير ممكن يسبب الوفاء الله يبادي عنكم اللي هو الحوادث والشغلات اللي مش منيحة طيب إذن رح نأخذ أول مكون شو حكينا عنه؟ اللي هو جزء السائل من الدم السائل المي زي عبارة عن مي تمام؟ الثاني رح نأخذ اللي هو بتكون من خلايا بتكون من الدم من خلايا اللي رح نأخذها بالتفصيل طيب يلا يا أستاذ احكي لنا عن المكونات السائلة ولا غير أحكي لك يلا أصبر عليه بس إذن نحن يجع على المكونات الدم السائلة بيحكي لنا يسمى المكون السائل في الدم اللي بلازمة شو اسم المكون السائل في الدم؟ اسمه لبلازمة إذا سألتك ما هو لبلازمة هو عبارة عن مكون السائل في داخل الدم طيب ويتمثل ما نسبته 55% يعني أغلب الدم عبارة عن بلازمة أكثر من نص بتلاحظه أكثر من مين أكثر من نص طيب تقريبا من الحجم الكل للدم والبلازمة سائل أصفر أو قريب على الصفار فاتح أصفر فاتح اللون والماء مكون الرئيس إذن المكون الرئيسي للبلازمة هو الماء طيب ما نسبته 90 إلى 95% من مين؟ منها مي فالبلازمة أغلبها شو مالها؟ أغلبها مي من 90 إلى 5% هيعملها كيف اللون الأحمر إنها معلومة كثير مهمة إنه أغلب البلازمة مي طيب تمام؟ تمام طيب باقي المواد يا أستاذ شو هنه 5% أو شغلتين نظل عندي؟ اللي هنه تحتوي البلازمة على مواد ذائبة في الماء إذن هاي الماء راح نلاقي فيها مواد ذائبة أكام نظلها المية من 95%؟ نظل عندي 5% 5% من مواد ذائبة داخل البلازمة من حجمها طيب شو أمثلي عليها؟ ولا غير أقول لك أصبر عليك رقم واحد هاي ما حقلت نلخص لك إياهني واحد سكر الجينيكوز إذ رقم واحد سكر الجينيكوز طيب حلو اثنين يا أستاذ عندي حموظ أمينية الحموظ الأميني حكينا عنه اللي بيكون البروتين البروتينات تتكون من سلسلة من الحموظ الأمينية وحياطة الله والله العظيم تمام؟ الأملاح المعدنية أملاح معدنية اللي هني أملاح الصوديوم أن إيه وأملاح مين؟ البوتاسي وأملاح مين؟ الكلور فإذن هني عضوها عبارة عن أملاح توجد في داخل بلازمة الدم تمام؟ حلو ها بالنسبة لأمين يا أستاذ؟ بالنسبة لإلي هني مكونات الدم اللي هي مكونات المواد الذائبة في داخل البلازمة حلوة هاي رقم أربعة خمسة أو أربعة والول شو فيه؟ أصبروا مزح معك دقيقة شوي أصبروا علي زعل الوح منها طيب رقم أربعة اللي هي الهرمونات إذا رايح يحتوي في داخل الدم أو البلازمة الهرمونات اللي بيصنعها مين؟ يلا حكولي مين بيصنعها من يصنع الهرمونات؟ أخذناها في الواحد الأولى اللي هي الخلايا الصم أو الغدد الصم تمام؟ تفرض الهرمونات خمسة أجسام مضادة وركزولي عليها كثير 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 تحته بلازمة دم على أجسام مضادة اللي هي راح تحارب أي دم غريب ممكن يدخل على دسم الإنسان مثلا دم A ما بعطي دم B ونأخذ بالتفصيل في التوجيه إنه الدم A ما بعطي B ولا B بعطي A لأنه الB راح تكون مكون أجسام مضادة في داخل بلازمة اسمها أنت A مضادة لأيه فهذا الدرس كله راح نأخذ بالتفصيل فاحفظ لي إنه بلازمة تحتها وعدسام مضادة في التوجيه راح أرجع أذكرك فيها الحصة هاي وقل لك أستاذ والله إني قلت لك إنه تسام مضادة في داخل بلازمة دم طيب ستة نواتج عمليات الأيض اللي هي الهدم والبناء راح نقوم بقردها نقوم بتفصيل ومرت عينها في صف التاسع عمليات الأيض تمام وسبعة البروتينات ثمانية عوامل إيش التخثر اللي تساعد على عملية تجلط الدم عند الجروح أو كذا تمام ممكن تكون إيش في عوامل التخثر في داخل البلازمة طيب هاي بالنسبة للأمين لوظائف أو مكونات الخمسة في المية اللي هي غير المية اللي في داخل وين البلازمة ممكن نجيلك سؤال في الامتحان أحد من الآتي ليست من المواد اللي بتدخل أو بالذوب في داخل البلازمة فممكن نجيلك واحدة غير من هنو كل هنها بول تمام فإذا عندي واحد جلوكوز اثنين حموض أمينية ثلاث أملاح معدنية اللي هي N A والK موجب والسيئة اللي سالب لكلور تمام وعندي الهرمونات وعندي 6 السام مضادة 7 البروتينات و 6 عاملت الأيض و 8 اللي هي عوامل التخثر هاي بالنسبة للمين بالنسبة للمواد الذائبة في داخل البلازمة طيب غير هيك غير هيك بقول لك إنه الدم عبارة عن خلائل هاي الخلائل لا فيش فيها مي طير تسبح أو تخذ راحتها لا لازم بدها وضع أو اللي هو مكون سائل بقدر نخلاها شمالها الضوفة داخل المي اللي هي توفر بلازمة واسطة سائلا يمكن ويمكن خلايا الدم المختلفة والصفائح الدموية من التحرك لونا بس فيش سائل هتلاقي شمالها جامدة صح إلى أجزاء دسم شمالها المتعددة طيب خلني أخذ الصورة هاي هاي الصورة كثير مهمة عشان إحنا إيش بدنا نأخذ هاي الصورة لأن هاي الصورة شمالها أجزاء الصورة هاي مهمة هاي الصورة بتبين لي فيها الآتي إنه أنا جبت وعاء دموي ركزه مع معي وعاء دموي تمام علبة صغيرة أو مبوب زي هذا في دم تمام الدم شو كان لونه بعرف أنا الدم لونه أحمر شلون الدم؟ الدم لونه أحمر تمام آي أنا حست الرسم كنت تغايب شكلي تمام إيه المهم هاي لونها شمالها هاي لونها أحمر طيب هذا وعاء في دم لونه أحمر طيب هذا الدم أنا احتجت أني أفصله في داخل المختبرات عن طريق جهاز يسمى جهاز الطرد المركزي إذن الدم رح يفصل عن طريق جهاز اسمه طرد المركزي الذي يفصل المواد حسب الكثافة مثلا حط مي ونشا وحطه في جهاز الطرد المركزي بعد فترة أو زمن صغير رح تلاقي شو مال النشا بالأسفل والمي هوين في الأعلى له مش مين كثافته أعلى؟ كثافة النشا أعلى من كثافة المي فبالتالية رح نلاقي النشا في الأسفل والمي في الأعلى صح أو لا أكيد طيب إذن هاضو جهاز أو هاضو عي ندام لما نحته في جهاز الطرد المركزي هاي الجهاز وحكversion بي عبارة عن عينات وبحط العي ندامي داخل الحوى مكانها مخصص في جهاز ندام المركزي وهذا يوم Writing gonna Butlerшmas لف 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 في وقت معين وسرعة معينة حتى يفصل الدم او اي مادة ممكن نفصلها حتى يفصل الدم الى الرسم اللي احنا شفينا قدامنا رح تحول من لون احمر الى النبوب عبارة عن الوان متعددة طيب شو الوان يستاذ هاي رح احكي لك اياهن رح يفصل الدم المكون الاول اللي هو عبارة عن بلازمة الدم هذا الاصفر شو هو المكون اغلب مكون اللي هو عبارة عن بلازمة يعني الدم رح يكون داخله بلازمة الدم لون اصفر برسل لون احمر رح يكون طاغي على الدم الاكمل فرح لاجي انها بلازمة الدم قداش نسبتها بقولك من 52 الى 62 لكن حكالي المعدل قدياش حكالي المعدل اللي هي 50% من مكونات الدم طيب رح نلاقي انها المكون الثاني الاكبر او اصغر من البلازمة او تقريبا ايش اللي هو المكون الثاني في الترتيب اللي هو خلايا الدم الحمراء فرح نلاقيها ثاني مكون خلايا الدم الحمراء رح نلاقيها وين في اسفل الانبوب يعني شو مان كثفتها كثفتها اعلى من هن فرح نلاقي خلايا الدم الحمراء وين متصفتها تحت اكمل نسبتها من 38 الى 48% فحفظوه هذول النسب ممكن في الامتحان الاستاذ او المعلمة اتجيبولكو عنها اسئلة تمام طيب لكن عندي نسبتين اصغر نسبتين في مكون الدم رح ناخذهن اللي هن خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية رح نلاقي نسبتهم شمالهم تقريبا 1% واقبل من 1% نسبة قليلة جدا من الصفائح الدموية وين وخلايا الدم البيضاء اذا رح نسمي هذول الثلاث مكونات رح نسميهم مكونات خلوية مش خلوية عن تلفوني انا لا مكونة خلوية تحت وتكون من خلايا اللي هي خلايا دم الحمراء خلايا دم البيضاء والصفائح الدموية اكبر نسبة فيه مين خلايا الدم الحمراء طيب عشان هذول الخلايا يقدر يتحركن في الدم ويمشن في الدم لانه شو الدم رح يكون ايش لو نظر فيش مي رح يكون ان شمال ان سائلات او رح يكون ان صلبات ففيش سائل انه يقدر انه يتحركن تمام فاحنا سبحان الله بلازمة الدم هي عبارة عن مكون شو اغلبه اغلبه ماء اجتو او فاذا هاذا السائل هاذا البلازمة يسمح لهاي الخلايا انها تكون تسبح او مغضر حتها في الحركة في داخل الدم لو فيش مي لو فيش بلازمة شمال الدم رح يكون شكل متجلط شكل متجلط يعني اسأل انت تفضح خروف شمال وتلاقي تجلط صح لو فيش مي كذا رح تلاقي انه هاي المواد اتكاتلت او اتجمعت في موقع معين دون حركة فان البلازمة شو سوى تساعدت على تحرك هاي الخلايا فالبلازمة سائل اصفر اللون او اصفر فاتح اغلبه مي بتذوب فيه هرمونات ادسام مضادة ابروتينات مكونات ابصر ايش اللي هن حكيناها في مكونات املاح اوامل تخثر املاح معدنية ورح يكون ان كلهن في داخل وين في داخل اللي هي من البلازمة حلو فالبلازمة احفظوا لي كمان شو فيها ادسام مضادة ننسوش معلومة حسنا رح نيجي نواخذ ماق المكونات بالترتيب اللي هي اول مكونات رح نواخذه تحت في الرسمة اللي هو شو استاذ بعد ما خلصتنا الموضوح هذا الطرد المركزي هاي هذا الطرد المركزي شو ما له بدنا ايش نمسح شوي هذا خلص اكتبوا الملاحظاتها كثير مهمة كثير مهمة طيب مركزين معي احكوا والله مركزين معي طيب خليكم معي اذا رح نواخذ ثاني مكون مكونات الدم الخلوية خلوية يعني ايش تحتوي على خلايا اللي هن يحتوي الدم على مكونات خلوية وتمثل ما نسبته 45% متوسطها احنا هكينا 55 شمال هن 55 بلازمة شو تكملتها اللي هي رح تكون 45 شمالها باقي خلايا الدم او عبارة عن مكونات خلوية اغلبها خلايا دم حمراء طيب من الحجم الكل للدم وتشمل ما يأتي الف خلايا الدم الحمراء ايضا الف خلايا الدم الحمراء خلايا دم الحمراء انا شرحها بالتفصيل وشو ممكن تكون لها وظيفة وراه اسألكوا سؤال اخر الحصة وهسة عن خلايا دم الحمراء فكونوا مصح صحين معي بحكينا خلايا دم الحمراء رح تكون لها وظيفة اللي هي رح تكون إنها تنقل أو نقل الغازات والمواد داخل هاي الخلايا عبارة عن نعتبرها زي عرباء نعتبرها عبارة عن سرفيس عبارة عن مكون إنها تنقل المكونات أو تنقل غذاء وأكسجين وتخب منها سيوتوم من الخلايا إلى القلب ثم توزحها الدم عن طريق خلايا الدم الحمراء عبارة عن طريقة نقل لهاي المكونات في داخل جسم الإنسان بحكينا السؤال سبحان الله بيقولك كيف يتلائم هذا كثير السؤال مهم واخذناه في الجهاز الهضمي كيف يتلائم التركيب مع الوظيفة يعني سبحان خلايا دم الحمراء سبحان الله مخلوقة عشان تنقل هاي المواد طيب كيف شكلها شكلها بيساعد على وظيفته هيك فهم السؤال كيف يتلائم شكل خلايا دم الحمراء مع الوظيفة فكثير مهم قلتلك عن يوم تعد دب القطبي كيف يتلائم شكل دب القطبي أو مكان دب القطبي في العيش في الأسكيمو أو في قطبي الشمالي تمام يعني جبت دب قطبي هسا وحطيت وخليط حيوانات اللي في طريق المطار هاي تمام شو بيصير فيه الدب القطبي ممكن سيره كل شبه صح أو ممكن يكون مثلا سيره كل بزير أو انه عادي بيشلح الفروة وبعيش معنا فإذا لازم يتكيف فالدب القطبي بتلائم شكله مع اللي هو تركيبه مع مين اللي هو الوظيفة اللي بيقوم فيها أو المكان اللي بيعيش فيه نفس ليش غدام الحمراء راح تكون قادرة على نقي المواد لأنها فشكلها قرصي ثناء التجويف راح تلاقي شمال شكلها شفينا الصورة راح تلاقي إنه شكلها هايك شكلها إله تجويف زي حبت جيب معجونة معجونة أو حبة علكة ودغط عليها من الجهتين راح تأتينا شكل قرصي ومجوف من الجهتين فخلايدة من الحمراء شكلها قرصي ومجوف من الجهتين مما يؤدي إلى زيادة من السطح نسبة إلى حجمها فعندما أزيد حبة علكة تكون صغيرة أو حبة علكة تمام وتيجي أصبعك تضغط عليها شمالها راح تزيد ونصير أشي بينها؟ تجويف فبالتالي هذا التجويف بيزيد بالمساحة السطح عشان تقدر تحمل المواد أكثر طيب فتزداد كفاءتها في نقل الأكسجين ونقل المواد الغذائية ممكن نطل فيها تمام وهي صغيرة الحجم حجمها شماله صغير طيب طلعوا حجمها قديش إذا تراوح قطرها نحو سبعة مايكرو متر قديش سبعة مايكرو سبعة مايكرو إيش؟ مايكرو متر يعني سبعة قوة أو ضرب عشرة قوة سالب سالب ستة طيب سؤال بتراوح لك هسا الشعيرة الدموية اللي أخذناها في الحصة السابقة قديش كان نصف قطر الشعير الدموية؟ يلا حكولي مين ذاكر؟ قديش في الحصة الماضية حكينا إن قطر الشعير الدموية حجم مؤين قديش كان في المايكرو كمان صح؟ بس قديش؟ مين يحكيلي؟ ممكن يكون أصغر وريد أو أصغر ناقل أو وعاد دموي نصف قطر يكون ممكن أصغر من سبعة؟ لا نرجع نشوف قديش كانت؟ كانت قديش؟ من ثمانية لعشرة طلعوا هيا هيا طلعوا يبلغ يبلغ نصف قطر أو قطر شعار الدموية قديش؟ من سبعة أو ثمانية لعشرة مايكرو متر فبالتالي الخلايا الدم الحمراء شمالها أصغر أصغر بشوي من مين؟ نصف قطر فبالتالي أنا بقدر يمر من خلالها مين؟ الشعيرة أو الخلايا الدم الحمراء بس طلعوا سبعة إلى ثمانية يعني تقريبا بس نصف شوية صغيرة عشان ممكن يصير عملية إيش؟ تجلط أو عملية إيش جلطات لأنه إيش؟ بس تقريبا فرق بسيط بين نصف القطر أو قطر الشعار الدموية وحجم خلايا الدم الحمراء فبالتالي أنا قادرة هاي يبلغ سمك شعار الدموية سمك خلية واحدة إشمالها فقط طلعوا قطر الشعار الدموية من ثمانية لقدية ثمانية إلى عشرة لذلك سبحان الله إنه قطر الخلايا الدم الحمراء سبعة مايكرو متر حتى تستطيع المرور من أصغر وعاء دموي اللي هو الشعيرة الدموية حلوين حلوين طيب سؤال ثاني أصدمك فيه رح يكون لخلايا الدم الحمراء مصنع في الجسم اسمه مصنع خلايا الدم الحمراء هيك منسميه تمام؟ ومشغلين فيه عمال وكذا لا إنه فيه شغل فتتكون فيه نخاع العظم العظمة تمام؟ رح يكون في داخلها نخاع في داخل مكوات العظم في إيش يسمونه نخاع العظم هذا النخاع مصنع لخلايا الدم الحمراء مصنع لإيش؟ خلايا الدم الحمراء إذا نتكون الدم في داخل نخاع العظم وعمرها قصير نسبياً أيوا وطلعت خلايا الدم الحمراء بتموت والله بتموت يعني كل طلعها قداش بتتموت إلى عمر إلى عمر معين سبحانه الله عمرها قداش بإحكي إينا 120 قداش 120 يوم إذاً خلايا الدم الحمراء تتجدد كل 120 يوم تمام؟ إذًا هذا مهم جدًا. تقريبًا، قد steal كل شهر! الشهر 30 يوم 30 وًو 30 و60 وكمئن ٥١٢٠٠ ٢٠٠٠ تقريبًا كل أربع شهور الخلاDonald estánzeichع Smith تم ٢... يعرفوا لي وين رح تروح لما الخلايا الأمراء بتموت مطلوب منك . مطلوب منك واجب أو مطلوب منك أن تِعرفُني وين موجود أو مين مقبرة الدم في مقبرة للدم dm kyall 2020 وzw —الذ пол твоars meldfn وسنذهب مقبرة ابحثوا لي عنها وين تموت خلال المحمراء موجوب منك لا مواجب تتحطم بعد ذلك بواسط غدد اللنفية والطحال مش عارف ابحثوا لي عنها بس ما تكون شيء ما عرفش بس ما تكون الطحال ما أضع الله أعلم طيب لا تحوي أو لا تحتوي أيوا كمان شغلي أول شيء شكي نقول سيثنا التجويف حلو تتكون فرمان النقل العظيم تموت كل مئة شيء 120 يوم طلعوا كمان في سبب مهم جدا تستطيع من خلاله خلال دم الحمراء إنها تنقل الأكسجين والمواد الغذائية أو CO2 كمان طيب لا تحتوي خلال دم الحمراء على نواة يا سلام ما فيها نواة فالنواة عشان ما تخذش مساحة في داخل خلال دم الحمراء سبحان الله مشيول إيش مشيول من داخل خلال دم الحمراء عشان شمالها تقدر أو تزيد من كفائتها على نقل المواد في داخلها حلو وكمان فيش فيها ميدوكنديريا حلو ما فيها ميدوكنديريا هي مصنع الطاقة مشيب حاجة فيش فيها ميدوكنديريا طيب أو شبكة اندوبلازمية شبكة اندوبلازمية شو بتكون اللي بتكون حواليه النواة بتكون منها ناعمة وطرية خشنة وناعمة أو خشنة ولملساء صح؟ خشنة بيكون عليها إيش؟ الرائب وصماتي تذكروا في صف التاسع حكي هذا؟ ما يمنح جزئات الهيموغلوبين مساحة أكبر أشتاد شو هذا الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين شو الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين هو عبارة عن مركب يوجد في داخل خلايا الدم الحمراء تمام؟ هذا الهيموغلوبين عبارة عن تكون من بروتين كل هيموغلوبين أو كل جزئ هيموغلوبين رح يتكون من أربع سلاسة رح تخطوه في التوجيه بشكل مفصل وكل سلسلة قادرة على نقل غاز أو نقل جزئ من إيش؟ أكسجين أو غاز CO2 رح نخذها في الدرس الثالث في الجهاز التنفسي رح نأخذ أن الهيموغلوبين كيف يقدر أو كيف يرتبط مع جزئات الأكسجين أو مع جزئات CO2 فصبركوا علي في الجهاز التنفسي الدرس أو الدرس الجاي رح نأخذه في الحصص قادمة فإذا أنا ركزوا معي صحصحوا كيف يتلائم شكل خلايا الدم حمراء مع الوظيفة؟ إنه أول شيء يا أستاذ تحكيلي شكلها قرصي ومجوف من الجهتين قادرة على إيش؟ يعني مساحة السطح فشو معنا فيقدر تزيد إيش؟ تقدر إنها تأخذ مواد أكثر رقم الثنين تحكيلي يا أستاذ إنها ما عندها لا نواة ولا ميتكندرية ولا شبك الاندبلازمية فبالتالي يمنح جزئاتها إيش؟ اللي هيموغلوبين مساحة أكبر عشان نقدر تجيب مواد أكثر تمام؟ هاي بالنسبة لمن الأول مكون خلايا الدم الحمراء؟ اللي هيمين أكبر إلي أكبر مكون خلوي طيب نأخذ الآن اللي هي رقم الثنين خلايا الدم شمالها البيضاء خلايا الدم شمالها البيضاء نشفتها قليل لكن رح نعرف إنها إلها مظيفة كبيرة في موضوع المناعة في جسم الإنسان فالجيش والمناعة وشغلات هاي اللي تدفع عنك اللي هي عبارة غلافة عن خلايا الدم بيضاء توجد عدة من خلايا الدم البيضاء أنواع عدة منها تسهم بفعالية في تعزيز المناعة في جسم الإنسان انظر الشكل الذي يبين أنواع من مشكلها أنواع منها أمثلة عليها أمثلة على أنواع من خلايا الدم البيضاء رقم واحد نخذنا على السريع بالتفصيل أشان ما نطولش عليكم رقم واحد وحيدات النوى كوهن هي وحيدات النوى اللي هي بيحكي لنا أكبر نواع خلايا الدم البيضاء أكبر نوع شمالها وحيدات النوى من تسميها تمام وهي تصنف على أساس أنها خلايا حبيبية شو يعني حبيبية بتكون عليها حبيبات شو بتكون عليها عبارة عن حبيبات تسميها خلايا حبيبية مش حبيبية أيوة بس تقول للسرح حبيبية هاي مش عرف شلوها هاي حبيبية طيب ونواتها كبيرة ولها شكل الكلة أو شكل الكلي تمام طيب تعاد وحيدات النوى خلايا بلعمية شو يعني بلعمية يلا شو معنى كلمة بلعمية خدناها في الصف التاسع الشديقاش تقولي في الصف التاسع المصف التاسع شو أقول لك يعني فالعمية عبارة عن لخلالها شمالها بتبتلع تبتلع مسبب المرض شو بتيسوي بفاهم عندي هاي المرض فيروس فبتيجيها شو بتسوي بتعمل عليها دائرة هيك وشو بتسوي بتدخيلها جواتها بتبلحها بلعمية تمام وان توجد في الأنسجة خارج الدم حلو وتبتلع المواد الغريبة أو تلك اللي بديو احتمل أنها تكون مواد ضارة فهي عبارة عن كلها جهاز شمالها جهاز مناعي إذا فهي تحتوي عديد من أدسام الحالة أدسام الحالة اللي شمالها بتحلل بتحلل مسبب المرض أدسام الحالة تمام فضلا عن شهارها مولد الضد الغريبة اللي خلايا الجهاز المناعي الأخرى أيوة هاي قصة طرمال حالة هاي آخر هاي قصة في الجهاز المناعي آخر وحده حسا الإنسان بس يحارب مرض شو بتسوي الإنسان عشان يضلوا عارف إن هذا المرض دخل عليها هو متعرفة عليه وإذا حاول يدخل مرة ثانية الدسم راح يعمل عملية إيش عملية تحليل أو عملية بلع أو عملية اللي هو مهاجمة هذا الفيروس إنه الدسم الغريب راح يفوت راح يكونه اللي إش بسميه مولد ضد مولد هو الإشي اللي الدسم من خلاله بيحفزه إنه يكون أدسام مضادة فمشوف تسوي هاي الخلايا بتنشر هذا المولد على سطح الخلايا أيوة عشان تفضحه فهي خلايا شو بتسوي بتفضح إلو هو الدسم الغريب وبتشهر إنه هاو دزق من نوين على خلايا هاي الخلايا شمالها خلايا وحدة النواع عشان اللي منفكر يفوت مرة ثانية يكون دسم شو عارف بقول لهم هاي إني عارفك أنا هاي اللي مكون لك أدسام مضادة بروح بيحاربه حلو هذا بشكل مختصر إذن أكبر نواع وهي خلايا حبيبية وكذا فاحفظوا لي إياها سكل نقاط طيب إذنين خلايا بسموها خلايا المتعادلة خلايا المتعادلة أكبر نواع خلايا الدم البيضاء انتشاراً في الدم طيب هانا شمالها أكبر نواع خلايا الدم أكبرها تمام هانا أكبرها انتشاراً يتصنف على أساس أنها خلايا كمان حبيبية خلايا شمالة حبيبية محببة ونواتها كبيرة ومتعددة الفصوص راح تلاقينا فيها هنا فصوص اللي هي تصغير اللي هي الشغلة اللي صغيرة الشغلة اللي صغيرة زي فصل الثوم صح اللي هي شغلات صغيرة بعد خلايا المتعادلة خلايا بلعمية برضو تبتلع يمكنها دخول أنتجة ويتعمل على تحطيم البكتيريا وظيفتها لتموت بعد ذلك بالنسبة لأمين خلايا المتعادلة بشكل مختصر وحكينا الشغلات المهمة لازم تكون عارفينها آخر الشي خلايا اللمفية خلايا اللمفية عندي في الإنسان جهاز اسمه جهاز اللمفاوي شماله قادر كمان على عملية المناعة فخلايا اللمفوية أكبر قليلاً من خلايا الدم الحمراء أيوة فهي حجمها إيش أكبر من خلايا الدم الحمراء وهي تشبه خلايا وحدات النواة تشبه مين؟ خلايا وحدات النواة غير أن نواة الخلايا اللمفية أكثر استدارة إذن الفرق بين وحدات النواة وهي الفرق بيكينا فيه فرق بيناتين إن هاي نواتها أكثر استدارة من مين؟ من اللي هي نواة الخلية وحدات النواة كيف؟ منيه طيب وأكبر من الخلية وحدة مين؟ وحدة النواة إذن أكثر استدارة وأكبر كمان إذن مش إنه كمان إيش رح تكون شمالها هاي أصغر من مين؟ نواة وحدات ممكن جاءك سؤال فرق فرق بين خلايا وحيث النواة وخلايا اللي هي خلايا اللين فيه من حيث النواة رح تلاقي يقوله سابه تقولي إنها هاي أكبر النواتها أكثر استدارة من خلايا وحيث النواة في هذا السؤال ممكن يجيك إلهو جدول تعمل جدول تقولي استدارة فرق بين خلايا اللين فيه وخلايا شمالها وحيث النواة من حيث حجم النواة ومن حيث اللي هي استدارة النواة حلو حلو تكتبوا لي إياها رادو سي عندكم أول كتاب تمام وأكبر النواة تصنف هذه الخلايا أنها غير محببة أيها فيه كمان فرق أنها محببة كمان ها شمالها هاي محببة وهاي غير محببة ممكن نجد الدول فرق من حيث ثلاث فروقات وتسهم في دور في المناعة المتخصصة برضو هاي راح نخذها في اللي هي آخر وحدة اللي بسموها مناعة المتخصصة راح تكون في فيروسات معينة وكذا إلا شو الكبير فلعندي ثلاث أنواة من الخلايا الدم البيضاء خلايا بنسميها وحياة النواة خلايا متعادلة خلايا المفية كلهم بشتغلن عن موضوع المناعة لكن في فروقات بناتهم حكينا عنهم بالتفصيل وحكينا ممكن هاي وظائف تحتين بكتيريا وهاي خلايا متخصصة فلعن متخصصة فضلا عن إشارة مرددها حكينا عن مين عن وظائف كل وحدة منهم فحاول أنت قاعد تشرح تحاول تعملي على شكل نقاط وتقول أستاذ شكرا إلك وأنا كثير بحبكم وأنتم كثير بتحبوني بيعطيكم ألف ألف عافية طيب عشان ما نطولش عليكم لأن الموضوع البعدي أو نأخذ آخر موضوع حظني في الدرس يلا عشان دا نأخذ مرة جايش القلب وحبشكا القلب ومكونات القلب والقلب شو وظيفته أكيد راح يكون نحن حبايب ماشي بس إنه راح يدخ الدم الجماعة جد السيما راح نأخذ عن دورة دموية وكل تشغله هذا الحصة الجاي راح تكون حصة حلوة كثير كثير طيب فالصطفاح الدموية المكون شماله المكون الثالث من مكونة الخلوية حكينا احنا ثلاث مكونات صح؟ حكينا المكون الأول خلاة دم حمراء بعدين حكينا عن خلاة دم بيضاء بعدين حكينا حسا اليوم عن الصفاح الدموية كثير سهلة خليكم معي قلنا نخذها على السريع وننهي فيها الحصة اليوم لأنه كثير حكيات حسيت حالي طيب الصفاح الدموية أجزام خلايا كبيرة جدا أجزام خلايا كبيرة جدا تنشأ برضه من مين؟ منه خلايا العظم هو مصنع على الدم تمام؟ وتفتقر إلى النوة ما فيها إيش؟ ما فيها نوة ما فيها نوة ووظيفته حلو شوف شو الوظيفة تاعتها أنها تحول شو أن تحول؟ أمش تحول هاي تحول شو أن تحول؟ تمنع تمام؟ أو تقلل تحول دون فقط الدم في أثناء لصابة الإنسان بجروح يعني هم تنجرح يا أستاذ اللي بسكر مكان الجروح اللي بنسميها الصفاح الدموية تيجي تنجرح أنت مفهم جروح تنجرح الصفرة تيجي تأي شمالها؟ تتوزع أو تتكون تسكر مكان الجروح زي بتبنصور عشان أنت ما تنزل كثير وتموت يا حرام عليك تمام؟ يعني من حزن عليك فعند حدوث قشط شو يعني قشط؟ إنك دنجرة أو قشط توقع عن بسكاليت، توقع عن درج توقع عن سطحها ومثلا تمسك في مصورة يعني المهم يتخفر الدم بتكوين كتلة من الألياف المتشابكة رح نعمل هايز؟ زي شبكة العنكبوت شايفينها؟ خلايا الدم حمراء محاطة بخيوط بسموها سننقض خيوط الفايبرين والخلايا الدموية مختلطة بها بفعل الصفايح الدموية بفرطنات خاصة بلازمة ومونات أخرى تمنع فقد الدم طلعوا معي الصورة هان على السريع عشان نشرح الموضوع أنا بس أنجرح يعني مثلا إيش؟ في كان مثلا إيك فات الأكفر هاي وجرحت مثلا فيه دم أو أنت جرحت وقاعد عن شغلي يبدأ عن كل الجروح وكل الألام عندي أنا لقم واحد عندي فيه جرح شايفين فيه منطقة جرح راح تيجي عندي صفايح الدموية اللونها نهدي شايفينها؟ هاي الصفايح شمالها راح تيجي تتصفط على مكان الجروح عشان إيش؟ تسكى مكان الجروح فان الصفايح الدموية خلايا محطمة وبلازمة وعامل مثل كالسيوم وبيتامين كي هاي شو بنسميها؟ عبارة عن سلسلة أنزمات بيكون حاجز من الصفايح الدموية هذا الحاجز لقم اثنين راح يتحول إيش بنسميها خفرة الفايبرين الفايبرين هو عمارة بروتين عبارة عن خيوط زي العنكابولت شبكة بصير تسكر مكان الجروح يعني انتس لو في العيد الأضحى بش تذبح وبلاش تذبح وذبيحها بش بطلع دم على الأفن على الكتل كذا على الأرض بصير زي كتل صح؟ الدم كيف تخفر عن طريق صباح الدموية صح؟ لو تجيبت تايك خشبي كذا يعني من ماس بيقراف وكذا يقول لك عسا السابعة دي بتخشبي إيش؟ بلاش إيه ترفع في كتل الدم أو ممكن جعملت انت وخلصت أمورك بقى طلع معك زي الخيوط سير طلع معك إيش؟ طلع معك زي الخيوط خيوط رفيعة هاي الخيوط تطلع شمالها عبارة عن خيوط اللي هي خيوط الفايبرين خيوط الفايبرين طيب إذن أنا عندي خيوط الفايبرين تتكون من اللي هي خلايا محطمة ولازمة دم هاي العوامل كلها عشان تخثر أو تعمل صفائح دموية دموية وتخثر خيوط الفايبرين رح لاقي شمالها هي خيوط صار تسكر إيش؟ مكان الجروح عشكل شمالها عشكل شبكة من خيوط الفايبرين وهذا الإشي كثير مهم عشان الدم ما ينزف كثير بس في ناس عندهم أمراض أمراض تؤثر في عملية إيش؟ نزف الدم أمراض عندما ينزف الدم أي جروح بالنسب معهم سكري ممكن يكون عندهم نقص في هاي الصفائح وهي عوامل التخثر فالدم بطول لما يسكر مكان الجروح الله يشفي الجميع ويعافي الجميع اللي عنده أنا ونخلص حصة اليوم يعطيكم ألف ألف عافية المرة الجاي رح نوقض عن مكونات القلب وعن الدورة الدموية والقلب والشرايين والصمامات والدور دموية الصغرى والدور دموية الكبرى وكل هذا مفصل في الحصة الجاي فانتظرونا حبايب القلب جي ألفين وسبعة تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتبعتولي على رقم الواتساب تحكولي أستاذ ابعتنا الدوسية بدي أف كان معكم الأستاذ أنا سالنجار من نص الدراستك كل احترام كل التقدير أعطيكم ألف ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر